السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أولاً أشكر الله تبارك وتعالى الذي من علينا بفضله والذي أكرمنا بمنه وجعلنا من أصحاب أو من أهل السنة والجماعة ولم يجعلنا من المبتدع الفاسدين في عقائدهم فهذه من أعظم من الله تبارك وتعالى على العباد ثانياً أشكر الأخوين المتحدثين من قبل الشيخ مزمّل عوض فقيري والأستاذ شهاب عوض على ما قدما وأفادا وأجادا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينوّر بذلك وجهيهما يوم القيامة وأن يبارك فيهما وفي علمهما وأن يبارك في أبنائهما وأن يجعلهما ذخراً لهذه الأمة ولبلادنا وأن يجعلهما غصةً في حلق أي مبتدع يلعب بدين الله تبارك وتعالى ثالثاً أشكر لكم جميعاً حضور الكرام على تكبد المشاق لحضور هذه المحاضرة القيمة النافعة التي أتى فيها الشيخان على جميع ما ترك من الشبهات التي نفثها ذاك الشيطان الخبيث عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق عليه وعلى كل من عاونه وكل من وقف بجانبه لإفساد العقائد وإضلال الناس ونشر الضلال والشر بين المسلمين سأل الله تبارك وتعالى انتقم منهم جميعاً المحاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى كانت وافية حتى أنا كاتب عندي الشبه الورد في المناظر المعلق عليها ذاته من أولى لآخرة فكل ما يذكر شيخ مزميل أو شهاب شبه معينة ويرد علينا بعمل صاح عليها فالحمد لله لما انتهت المحاضرة القيدر يحصح حاحتها كل الشبهات المذكورة وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة ما تترك شبهة لا شاردة ولا واردة إلا تجيب عنها لأن الشبه سبب للضلال سبب للضلال ولأن أهل البدع ليس لهم سلاح في إضلال المسلمين إلا الشبه شبه شبه تكون شبهة مبنية على الكذب شبهة مبنية على الفهم المغلوط شبهة مبنية على تحريف الأقوال شبهة مبنية على دس الأقوال الآخر الحمد لله سبحانه وتعالى المحاضرة كانت وافية وإن شاء الله أنا عندي تعليق ما يزيد عن أربعة خمسة دقائق إن شاء الله بالكثير في أشياء قليلة جدا من باب الاستطرات فقط وليس هناك نقطة بفضل الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى تعقب أولا نقطة أعلق عليها المقدم بتاع البرنامج في المناظرة بينادي حمد المنتصر بيقول لي يا دكتور محمد المنتصر ده ما دكتور ده أنا ما بعرف له شهادة بتاع الأساس خليه دكتور شهادة الأساس أنا ما بعرفه له والألا محمد المنتصر براه حاولي فهم المزيع لكن المزيع ما فيهما أنا العبدس ضعيف خادم العلم الشريف ضعيف ما ضعيف إتنا ما دكتور الهواري دكتور هاي دكتور ما دي درجة علمية بنا يا أخواننا والذول من باب الإنصاب بدي إيه ذو الحقه دهك دكتور هاي ودكتور إتنا لو دكتور في العنى أقريب بنقول لك دكتور ما ده حقك لكن ما دكتور ده من زريبة لي زريبة من تكية لي تكية واللجتة دي كل المعلومات والشبهات اللي عنده اللجتة دي دي لجتة شاي دي لجتة بس كتاب للكوسري ها المحاضرات بتاع حامل دك لأنه أنا لو ما عارف الزول ده لو ما عارف إنه أصلا هو عنده دكتورة ولا ما عنده أنا لو سمعته بتكلم بعرفه ما دكتور لأنه ما في دكتور وانا بعفص اللغة العربية بالصورة دي أنا ما لقاني فاعل منصوب ده من الله خلقني فاعل منصوب ده أنا ما لقاني الزولة بنصب الفاعل وبجره وبيرفعه ساي بس من غري أي الفاعل يا اخوانا كل الحركات بتدخل على الفاعل على أي حال دي نقطة أولى نقطة ثانية حاول يتهرب من الكلام اللي ذكروا لي والهواري في المناظرة جاب لك كلام بتاع صوفية كلام بتاع القادرية قال آه قال وَأَمْرِي أَمْرُ اللَّهِ إِنْ قُلْتُ كُنْ يَكُنْ دَرْ يَزُوْغْ مِنْ لُو ودي عمل حامد ودي شايفة وهمة جايبنا جديد قال ده كلام متسوس متسوس يعني ده صوت الكتب ايوه مدسوسي هل مبنية على نظام علمي في في نظام علمي معين أنا بيعرف ذلك كلام المدسوس ولا مدسوسي يا اخوانا خلوكم ما تشتغلوا بايش بس انتم تبهوا معاي في ناس بيصلحوا الكهرباء كويس مدسوسي هل في نظام علمي علمي مرجع الناس بترجع ليه في معرفة الدس ولا قاعدة قاعدة الدس كل من زروا بيقول ما تسوس بس دي قاعدتهم شوف الصوفي شغلته معاك في الاول لو لقاك قلت ما عندك معلومة بيقول لك ده كرامة اولياء تنكر كرامة الاولياء لو لقاك قلت مسكين زا تقول لا ما خلاص كرامة اولياء مشت لقاك انت لا قلت لجيب دليل بيقول بيلجط لك ادي الله ادي الله هي شبهات ما دليل شبهات عشان استند عليها لو انت نفعت ليه هيقول لك اسمع الكلام ده مدسوس مدسوس انت قبل ما تجي قبل ما تجي هنا المناظرة وده كلام مهم انت انتبه ليه قبل ما يدخل معاك في المناظرة هل طلع بيان هو ذاته انه كتاب الشعران مدسوس ايوا سراج السالكين مدسوس والضيفل مدسوس هل انت كصوفية طلعت بيان انه الكتب ده مدسوسة لا لكن ده عبارة عن مهرب الكتاب ده خد بالك انا ده نوريك انه دي طابعه جهات موسغة الكتاب ده فوض وزارة الارشاد والاوقاف اذا قلت مدسوس دسة الوزارة ولا دسنا نحن اها دي ما مطبعتنا دي ما مطبعت اه ده في سوريا دي مش مش فان احداشر ووزارة الارشاد والاوقاف قال الامانة العامة للذكر والذاكرين دي حقتهم صح مش همنتصر عضو فيها طيب الكلام وقت مدسوس انت قلت هناك وطلعت بيان نشرت انه الكتب دي مدسوسة ولا لا لكن عبارة عن مماحكات وحيال داريام رقبية فهمت بر بي دين بالكتب دي ذاته دينه هو الكتب دي عقيدة الكتب دي منهج مبني على الكتب دي ذاته لكن لما انتسألوا في باب المناظرة يقول لك مدسوس طيب انت لو كان مخرجك انه الكلام مدسوس انا ممكن اي كلام انت ذكرته عن شيخ من شيوقنا بقول لك مدسوس طيب تتحل لك يبدأ قلت ابن باز كذبت عليه قلت ابن باز رحمه الله كفر الصحابي الجليل بلال ابن حارس مدسوس ابن تيمية قال الله في السماء انت بتعتبر عقيدة باطلة انا برد لي بقول لك مدسوس 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 المناظرة مدسوسة مدسوسة لما انت تدسة وانا ادسة وما فيش داني يا ناس هل هناك سؤاليان باقي يا اخوانا في علم الدزات في الكتب والعلماء لمن يستخرجوا بيستخرجوا بناء على معايير علمية ما سايد معايير علمية الان انا اعرف من اهل العلم من انتقد بعض المواضع في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى واعتبر ان فيها دس والدس قديم يعني ان اوراق ضيفت للفتاوى قبل ما تجمع لان الفتاوى دي ما كتاب ابن تيمية تحريلا بيده انما جمعت جمعا شان كده عندهم معايير من المعايير الجامع بتاعه محمد ابن قاسم رحمه الله تعالى الجامع ليه ولده بيكتب ليك هكذا احيانا اكتب ليك هكذا وجدته وجدت الكلام ده كده كانه مشاكي في الكلام ده ذاته انه ده ما ما من قول ابن تيمية هذا معيار من المعايير انه الجامع للكتاب يعلق او من المعايير ان تجد لصاحب الكتاب مش شدته تقول لي لا انا ارى ان الجزد مجسوس لا ما يبتل بطره سيد الكتاب تمام سيد الكتاب هو البيارة تجيب لصاحب الكتاب اه من موضع من كتاب اخر ثابت للكتاب ثابت للمؤلف تجيب له كلامه يقول انه كتاب الفلاني فيه المسألة الفلانية متسوسة مش تقول لي فيه اشياء متسوسة طيب المتسوساته شنوه كتاب ده ما كبير الجو المتسوس شنوه خلالك كده بس يقول لك فيه دس فيه دس شنو المتسوس وهم بتتورني ده متسوس شنو انا قبضك بالتاني ده لكنهم خلالك حايمة كده ها زي السمكة ها عايمة في البحر قاعدة وين انت ما عارفة عشان اول ما تجبوضة ازول ازول بيكون عنده بهيمة يكون بها لك في نص البهايمة بهيمة حقتك يجدع مع بهايمة انت عارف وما بعلمة بهيمة وانا بعلمة يعني لو ماتن سدة بهايمة من النص المرحدة ها تقول لا بهايمتك ماتك قاعدة لو بهايمتك لو بهايمتك ماتك بقول لك لو ماتت ما هو معلمة ليك وين اما معرفة انت انت عارف لو مات للبهايمت ده فضلت واحدة تقول لك ده حقها جانا دفص النظام ده هم من احتيالهم ما بحددوا لك حتى لو في مواضع متسوسة ما بوريق بقول لك ده المواضع المتسوس خلال لك فاق كده شريطة قبضت من هنا قلك هي بس ياهو ده الموضع التاني المتسوس لا 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 ده عبارة عن مماحكة. وما بتمشي علينا نحنا. نحن سوى لأي واحد تاني. نقول بك والله لما انت عارف حاجة. فهمت? ما بتمشي. لابد يكون في نظام علمي متقن. ثابت. انه صاحب الكتاب يقول لك الموضع الفلاني متسوس. مو زي ما اوجه قال. ايوه الشعراني قال في كتبه في كلام متسوس. شنو? شنو? هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث منها متسوسة. ده السؤال والضاعون. فيه? ولا ما فيه? فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل العلماء والحفاظ قالوا فيها حديث متسوسة? وسكتوا على كده? ولا قال لك الحديث المتسوسة ده الكادير. وده. 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 والدليل على ما ساي. ما بقولوا متسوسة ساي. واحد يتكهن. ولك الحديث ده. لا. بنظام. علمي. حتى المستشرقون من اعداء الاسلام. قالوا ما وجد علم ادكة من علم الحديث عند المسلمين. دقيق. انت عارف علم الحديث لو اضفت كلمة واحدة بقبضوة. عارف المعلومة دي? كلمة واحدة. قد انكتو لك من نص الحديث كده سيدي شلوها. دي ما قال الرسول. والباقي قالوا. يا اخي لمن كثرة الاحاديث الضعيفة سألوا عن عبد الرحمن بن مهدي من جلة العلماء. قيل له يا ابن مهدي ما تقول في هذه الاحاديث. قال يعيش لها الجهابذة. انكتوة. انكتوة كلمة كلمة. فلا بد ان يكون هناك نظام معيار علمي. نعرف هو المتسوس من غير المتسوس. العالم يقول لك ده الموضع الفلاني ده في كدب ما فيه. او تجد في كلام الامام فتوى معينة فتوى معينة في موضح. كويس? وهو يفتي بخلافها في بقية المواضع. اضرب لك مثال شيء ما طويل الزمن. ابن تيمية من المواضع اللي العلماء يعتبروا يندمة سوسة عليه فتوى بشكل فيها الاقطاب والاغواس والابدال والنجباء. الفتوى ذي موجودة في مجلد الرابع الصفحة لعلها تلتمية كمسابعين. بشكل الابدال والنقباء والنجباء. ما عدا العلماء اللي امتقدوا. اول شيء علق على زاته الجامع. قال هكذا وجدتها. كانو ذهر يقول لك الكلام ده والله ما بيركب. ده ماشي شغل ابن تيمية. ما يركب لي في راسي. ده ما شغل ابن تيمية. قال لك هكذا وجدتها. في موضع تاني من المجلد الحداشر ابن تيمية يسئل عن الاقطاب والاغواس والابدال. وقال ما في حديث ولا اثر اصلا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولا التابعين يدل علي ان في اغواس ولا ابدال والنجباء. قال بل كلمة الغوث لا تطلق الا على الله تبارك وتعالى فهو غياس المستغيثين. انت لما انتجب لي كلام زي ده قلت له الشعراني. اه? بينكر الكرامة بتاعة الوري طلع المنبر وصلى بهم عليان يال ينكره? الكرامة دي متسوسة? ايوة. جيب لي من كلام الشعراني ما ينكر هذه الكرامة. جيب. من كتاب تاني. انت قال ما نخليك ساي? ملسوس بالله. ملسوس ساي كده? جيب من كتاب للشعراني. يقول هذه الفتوى او اي فتوى تبطل الكلام ده. عندك? ما عندك. ده ما بحلك. كويس? طيب. طبقات والضيف الله لما يتكلم عنه شوف ازول اللي حاول يتخارج بكم مخرج. وياريت انا لو اي واحد من اخواننا ده الكم مناغش له وبيعرف يقبضه تمام. داري زوق بكم زوغة. زي زولة ازارينه في حوش زي ده. جرى بيجاي للباب ده لقى مكفول. جرى بيه داك لقى مكفول. اي احنا بنقفل الاتشاة ان شاء الله. اول حاجة وضيف الله داري زوق منه كيف? قال كتاب وضيف الله ما فيه اسانيب. منقطع. منقطع? الحديث المنقطع اتوا عندكم حكم اشنو? يوخز باو وسابت ولا ما سابت? ما سابت المنقطع. قال المقدم سألوا. والله سألوا سؤال محترم جدا. قال ليه اذا طبقات وضيف الله متسوس. ما كده يتبطت منقطع? معناها ما صحيح. لا 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 قال ليه. داري شوف ليه مخرج تاني. خيل. داري شوف اللي حيطة. الباب ده مينة? ما لقى طريق امرق بكم. داري شوف ليه مرقة تاني في هناك. بقى بقول لهم آآ طبق وضيف الله غاتوا قال ما مرق. من الحلفاية. ما مرق ما مرق احنا ما عندنا شغالة. يعني عندنا الكتاب ده مرق. امرق وضيف الله ما امرق. ده ما موضوعنا معك احنا. بعشوية داري زوغ زوغا امرق ثلاثة. قال اي كرامة وضيف الله جابة عندها دليل. بس. ده داري انه احنا مين جبال. اذا انت بتركيز لك كرامات وضيف الله? بتركيز ليه? انا عندي لك واحدة بس. ده كله خليه. واحدة خليه للرومي بتعرفوا? طقا طقا مريسة. اهل مريسة دي كمان غال الشافعي? مريسة مريسة. شريب عديل هو كمان ما شريبه ساي. قال لي يا صفي عليه. دائرة رائعة كده. اي شماتي تقول لي. وهذا اتوصل. واتوصل. لا لا. كدخلني من داك. انا بجيك لي موضوع اي زوغل باتفق معاي في انه الكلام ده حرام. مريسة كم يا مسلمين? الشعب السوداني لو لقيت لك واحدة السكران بتبقى الحيطة دي والحيطة دي. قلت لا اسمح. في زوغل كان المريسة حلال بيقول لك ده جنة فكت منه. السكران. مقتنع انه المريسة دي حرام. بل اجماع. خليل الرومي صفاء وشريبه. وشريبه المعاو. معزي الهيض انقول له. شريبه بيضه ناقلته المعاو. وقال دي من كراماته بعد ما يصلح تمام خليل الرومي. اه? قال له امشي الخادم بتاعتك قال لاشي للشدر بتلقى الخادم بتاعتك هناك. دي دليل اشنو? جيب لي. اتحداك تقعد تمانية وتمانين سنة يا خادم العلم الشريف. جيب لي دليل على انه المريسة بتجوز. في الشريعة الاسلامية. مش بتجوز هاي خد بالك. تبقى كرامة لولي. مش بتجوز كرامة. لانه احنا عندنا ربنا بكرم الولي بواحدة من اتنين. اما الطاعات ده في الاصل الطاعات. وبعد ذاك النوافل صح. قال فاذا احببته اه? كنت سمع والذي يسمع بي وبصر. يعني ربنا بكرم ابتان. طاعات ونوافل. اه اه اه. دي طيب يا لها حلل من وين? فشوف قضية متسوس. نحن دارين معيار علمي. ليه متسوس. وما حد يلعب عليك بيدي. طيب انا امشي سريع. اه 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 حاول يدافي عنه في الكرامة بتاعت الزوج. الزوج قال ستة. قال لك خمستة وسدستة. اه? سبعت ولا ما قال سبعة? سبعت قال حتى تجمع من الاختين? يعني سبعة. كده اخل لك من اخوات ولا ما اخوات? قال في مسحب الشافعي الاخوات لو كانت من الامام قال بيجوز. خليني من اخوات. هن سبعة. سبعة سبعة. اخوات ما اخوات قول واحدة من دونقلا والتانية من بوركينة فاسو والرابعة من بنجلديش. ما اخوات سبعة. سبعة. ربنا قال كم? مسنا? مسلاث ورباح. اربعة. ولا ده بقى شيعي ولا جنون. الشيع عندهم مسنا زايد ثلاث بقى تكم? خمسة? زايد رباع تسعة. قالوا الراجل يعرس تسعة. عملها زايد. ها يعني مسنا بلص كده. اتنين بلص. زيادة يعني. يا ناس. الا يكون بقى سبعة. اها دي القليلة دليل في الشريعة الاسلامية. بلاش كلام فارغ. وضف الله ده فيه ولي بردع كده دي القليلة دليل. بردع عديل. اها دي دليلة وانو? ها? وتكلم مع اطير وبرنامج طويل جدا. طيب. اه. طيب بعدك حاول يبرز جدارته يعني. وفرسه العلمية. وده يرغني على المذيع من الاول كده يعني حسما الشغل ده مع الهواري. انو دول عنده علمية كده. وده يمطفد. ها? والروح. ورد في الغران. ودينا اربع ايات في الروح. ديب اربع ايات في الروح. وورينا خمسة. خمسة ايات في الروح. وما معنى الروح? وهي يعني شو? داس داس والاسي? وعلاقة السؤال دا بالمناظرة شو? علاقته بموضوع الصوفية شو? خمسة ايات في الروح. اها قولني امر واحد. الروح معناها الهدى والعلم. رب الله سبحانه وتعالى قال وكذلك اوحينا اليك. روحا من امرنا القرآن ده ربنا سماه روح. يسألونك عن الروح سورة الاسراء. قل الروح من امر ربي. وما وتيتم من العلم الله. ربنا قال سورة النحن. قل نزله روح القدس. روح. روح هنا معناه شنو? ده جبريل. روح القدس. من ربك. بالحق ليثبت الذين امن وهدى وبشرى للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. ربنا قال والتي احصنت فرجها. فنفخنا فيها من روحنا. وجعلناها وابنها آية للعالمين. ربنا قال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. فنفخنا فيه من روحنا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك. وعلى والدتك. اذ ايتك بروحي القدس تكلم الناس في المهدي. وكاهلا. ها? لسه. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا تقولوا على الله الا الحق. انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكلمته القاه الى مريم. اوه? روح منه. وروح منه. اهل كم? ازيدك تاني? روح. روح كتيرة. روح انت. فالروح انت معاني اخوانا. الروح جبريل. الروح الوحي اللي سبحانه وتعالى نزلوا. الروح اللي ربنا نفت في بني ادم كلهم. كلهم. الروح ربنا شرف ذا عيسى وروحا منه. وروحا منه. ربنا شرف عيسى بن مريم عليه السلام بنسبة الروح اليه. وروحا منه. ويعني اسا ده كل علاقته بالصوفية اشنو? شنو علاقته بالصوفية? الصوفية الروح? ولا صوفية الروح? ولا صوفية اشنو? ما عندهم علاقة مع ده كله. فده عبارة عن شنو? ده ده عبارة عن اصهار الغوة. اصهار العضلات. ده زي ما اللي بيجي داخل المحلة بتاعت الشكل اول حاجة توقليك الاجرب خشبة كده يكسيرك ولا يشيل كرسي ضربة الوطى خلي جماعة كلهم منططين ابنهم كده. نسابة جماعة خايفين. السعرات ده. ده السعرات ما عنده عرغم المناظرة. طيب. قال بعدك آآ داري دافع عن القادري. القادري. قال انا آآ قال وان قلت كن يكن. داري دافع عنه لما الهواري رد عليه وجاب ليه عبياد قال اخطى من شدة الفرح. جاب حديث الراحلة. الرجل اللي ضل راحلته فقد الراحلة بتاعته عليها الاكل بتاعه الشراب حقه وهو في بلد خلا ما جدامه ولا وراه شي تاني. واكله شرابه فوق الناقة بتاعته دي. نعمل في شجرة الناقة فاتت. ضل راحلته. لما استيقظ يلا انتبه للعبارة قال. فرحا. وهو داري شكر ربنا ولا داري يكفر. داري يشكر الله. هو اصلا داري يشكر الله. كويس? قال اللهم انت عبي وانا ربك. العبارة انقلبت منه. لاحظ. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفر. انتبهوا في ماذا دي في حيثة دقيقة. ليه? لانه العبارة دي ممكن تنقلب يا اخوانا. هي من العبارات اللي في اللساء ممكن تنقلب. وخاصة. لو كان الزول في درجة من الفرح ما قادر استوعى منه وبقول في شنو? قال اللهم انت عبدي وانا ربك. شان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو? يقول لنا اربعة كلمات يعني. انقلبت منه. شان كده قال اخطأ اخطأ لانه دار يقول شو ناصل? اللهم انت ربي. وانا عبدك. شكر لالله يعني. كويس? قال اخطأ من شدة الفرح. يعني فرحان لداريت انه ما ركز في العبارة اللي قالها بس ما في شيء. ايوه. طيب الان شيء يخصو في الواحد بيجيب جيب له ورقة وقلمه دوايه وبيقعد. بمزاج برايك كده. رائق بكم? بيكتبوا. 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 بيالف كتابوا بطلعوا. هل الكتاب ده جات من الغلاف للغلاف? اخطأ من شدة الفرح? من الغلاف? للغلاف الفرحة ما فكت منه? للغلاف اللي بهناك? اتخيل معاي. شو واحد تاني بيطبع. الطابع برضو اخطأ من شدة الفرحة ما تزالوا برضو. كرج كرج طبعوا كله. ويس? وفي مؤسسة ناشرة زي دي وزارة الارشاد. ما اقول وزارة الارشاد? شد فرحانين. لقد ريت انه ما شافوا الكتاب فيه شنو? في طابعة مطبعة طبعته. اهان. معاي? اخطأ برضو من شدة الفرح الطابع. البجرة البجرة. البجي بقرى الكتاب. اخطأ من شدة الفرح. والشال الكتاب نظمه قصايد. والبيت جاتت ما غد بيه تب شالة المايك ولحنته. وغنت بيه في ازع الساهور. ها? قنا الساهور ولا ازع الكوسر. شد اخطأ من شدة الفرح? اذا البصده لك من. من البصده لك كلام زي ده. اما ده السهبال واللعب. ده السهبال واللعب على الشريعة الاسلامية. فما في حاجة يسمى شنو? اخطأ. وده عزر له. اخطأ ايه تب تجي الدين بالمنهج بتاعه? عشان كده انتبه للمسألة دقيقة جدا. ابنه تيمية لما يتكلم عن شطحات بعض الناس واعتذر لهم زي البسطاني. اعتذر له ليه? قال له انه في حالة غياب عقله. عقله ما معه. غايب. قال وهو في حال المجنون والصبي الذي لم يعقل. لانه عقله برة. يا اخوانا زل ما يكون عقله برة هل مؤاخس في الشريعة? غايب العقل. ايوة. يلا انتبه المسألة الدقيقة وين? ابن تيمية قال ولا يقال هذا الكلام في الحلاج. ليه ما بنقول اخطأ من شدة الفرح? قال لان الحلاج كان يصنف الكتب. بيقعد بيروغة بكتب. قال عشان كذا ما بيقعد في حالة اغلاق. ولا عقله كان مات لانه صنف الكتب. وبكتب. لذلك قال الحلاج كاثر باجمع المسلمين. وكل من دافع عن الحلاج فيما قتل فيه الحلاج فهو كاثر باتفاق المسلمين. الله اكبر. الله اكبر. فهمت الفرق. شما يقول لك شطح وما شطح. طيب. انا اولى للصوفية. المحاضرة دي وغيرها. من المحاضرات التي تكلموا فيها اخواننا. كافية تماما في بيان ان هذا المنهج منهج التصوف. منهج خرب. لا علاقة له بكتاب الله. ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب عليهم جميعا ان يتوبوا الى الله عز وجل. يتوبوا ويرجعوا الى الله. وما يتمادو. فان لقاء الله قريب. ربنا قال ان اجل الله لآت. ان اجل الله لآت. لقاء الله قريب. وحد قابل ربك. وحيسألك من العقائد الباطل دي. ربنا قال فلنسألن الذين ارسل اليهم. ولنسألن المرسلين. اذا كان ايها الصوفي. اذا كان ربنا عز وجل بيسأل عيسى ابن مريم عليه السلام. عن من عبدوه. وعيسى ليس له ذنب. في عبادة من عبدوه. ما عنده ذنب. ربنا بيسأل بيقول له وانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. كلام ذا توبيخ للعبدو. ما توبيخ للعيسى عليه السلام. لكن توبيخ لللي عبدوه. من دون الله عز وجل. فرسالتي للصوفية يتوبوا الى الله. ما في مخرج تاني. الكلام ده باطل. كيف يتابع لهم ناس يقروا الزندقة والكفريات والضلالات. جزء الثاني من الرسالة الى وسائل الاعلام. ان افتحوا للحق كما فتحتم للباطل. افتحوا. ادونا فرصة معاهم. شان احنا نقدم حجتنا. قدمت لي خصومنا. ابرتوا زي ما هم عايزين. ادونا مجال. نحنا نقول الحق. ونتكلم مع الشعب. لا تحولوا بيننا وبين كثير من الشعوب المسكينة. اللي ضاعوا بسبب شبهات التصوف. وغيرهم. كونوا منصفين. اي وسيلة اعلام اللي لبتنادب ان هي صوت الحق. صوت الفضيلة. هي اللي بتنقل الخبر كامل. انقلوا الخبر كامل. نقلت صفحة المتصوفة. وظهر انها صفحة مشوهة. فازة في العقيدة. فازة في العبادة. صفحة دنسة مشوهة. افتحوا فرصة لاهل السنة يقدموا الحق. يهدو الناس الى الصراط المستقيم. بادلة الكتاب والسنة. ولو اتكلمنا بغير الكتاب والسنة وقفونا. لو اتكلمنا بغير الكتاب والسنة وقفونا. رسالة الاخيرة الى شباب انصار السنة. الذين باتوا خاصة في الايام والسنين المعاصرة تحت شيوخهم. يعلموهم الادب. وما عندنا مشكلة في تعليم الادب. فهو من الاسلام. واصلٌ من اصول ديننا الحنيف. ويعلموهم ان لا يستمعوا الى الردود. وان لا يقرؤوا كتب الردود. وان لا يجالسوا او يستمعوا الى العلماء الذين عرفوا بالردود على اهل البدع. فكانت النتيجة ما رأيتم. نتيجة ما رأيتم. والله لو ترك الاسلام على امثال هؤلاء لضاع عند كثير من الناس. بالجد والله. عشان كده دارة حرب ضد المنهج اللي احنا بنحمله ما ضد اشخاصنا. حرب طويلة. شباب تعين تجريح. شباب تعين الردود. تخصصوا في الرد. ما عندهم شغل غير الكلام في فلان وفلان. لكن لما جاءوا في مواجهة الخصوم. ها? يحتاجوا لمنه. للمسمون مجرحاتية. وكما قيل في الليلة الظلمائي. يفتغد البدرو. انت بتطرد الكديس من بيتك يومي. يسكوا بالعكاد بتطرده. لكن اول ما تلقى الفيرانة كالنقروشة كالداسين في الحفرة تحد. بتقول يحل الكديسي. ها? ممكن يكرنك انت ذاته. ها? ونحن لا نشبي انفسنا بهذا ولا بذاك. ولا نضرب لانفسنا امثلة بهؤلاء. لكن نقول لهم انتم ما جانيتوا علينا نحنا. بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا فتح لينا. عندنا منابر. ونتكلم بقدر ما عندنا من قليل علم. ونتهد في نصرة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا انصار السنة شيوخا وشبابا انت ضريت شبابكم. وضريت الامة. وهملت الناس اللي بيضعوكم في انظارهم انكم حماة العقيدة. دعت في ابصارهم. لانه ليلا ما يجي يشوفوا مناظر زي ذي. وانتو الان دفعت بفلذات اكبادكم. الجف المناظرة ديل. هم فلذات اكباد انصار السنة. ديل الذرو عندهم. فلو كان هؤلاء هم فلذات الاكباد. فاسفا على انصار السنة. لكن انا والله رسالتي اليهم ليست رسالة شامت. والله يعلم. والله يعلم ما في القلوب. والله ما رسالة شامت. وانشئنا في المحاضرة دي والاخوان القبالي. اللي اتكلموا. شيخ مزامل. شيخ شهاب. اللي اتكلموا قبالي. كلهم الله كانوا اتصلوا عليه اللي اتنين. وقال لي يا اخي نحن نفرد هذه المحاضرة في الرد على محمد المنتصر الازيرك. لانه شبهات شركية واباطيل. والمقام الان يستحق التوجه الى الشركة اولا. المقام يستحق كده. وانلا لو نحن دارين نتشفى. او ننتقن. زي ما هم بيعتبروا ان محاضراتنا تشفي. وانتقام. وتصيد. لكان الصيدنا للهواري اشياء خطيرة جدا. ولكن نحن جئنا هنا من باب ان نسد الباب الذي فتح من كبله دون ان نؤنبه او نعيبه بذلك. دارين نسد الباب اللي هم فتحوه. لان المقام في هذا الباب بالذات يستدعي ان يكون النقض والتوجه للشرك. للشرك. لانه ده ربنا ما بيغفره. ربنا قال ان الله لا يغفره. ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرسالة الانصار سنة. اهتموا بالعقيدة. اهتموا بالعقيدة. مش اجي المتحدث بيسمكم. اه? اول ما يفتحون الفرصة ويتكلم. يقول لهم مشايخنا علمونا الادب. وكأنه جاي في صراع مع الصوفية في الادب. اذكر هنا كلمة اختم بها للشيخ العلامة. الامام. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عبد بكتاب هذه الصوفية. امام علم. وكان رئيسا لانصار السنة في فترة من الفترات. لما تكلم عن الصراع الاخلاقي. قال ليس الفرق بين دين ودين. وعقيدة وعقيدة. ومنهج ومنهج. الاخلاق الفاضلة. فان هذا موجود في كل دين. وفي كل عقيدة. وفي كل كتاب نزل. بل حتى في الاديان المحرفة. قالوا ولكن الفيصل هو العقيدة التي تنبعث منها هذه الاخلاق. فرسالة الانصار السنة قبل ما تهتم بالاخلاق. وتيت تتكلم عنها. والشيخ الهواري في غالب المناظرة كان عبارة عن ابراز لاخلاق الحميدة مع الصوفي. الشيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد. ها الفاضل محمد. الى اخره من العبارات. ها? التي تنم عن الادب وازهار الادب. والمعلغين من انصار السنة ازهار الادب. نحن ما بنعيبكم في الادب. لكن يا اخواننا انصروا لينا العقيدة اول. ها انصروا العقيدة. بعد ذلك نشوف موضوع الادب. فكما قلت. ليس المكام مكام نقد لانصار السنة. ولا مكام نقد للهواري. فعندنا كلام عنه في غير هذا الموضح. في كلام يخصوا في غير هذا الموضح. لكن المكام هم مفترض يستشعروا حرب ضد عقيدة اهل السنة والجماعة. ضد الاسلام. حرب ضد الاسلام. تقول ليه الادب. هذا ما مقام الادب يا اخو. هذا ما مقامه. المقام مقام زجر لخصم. افترى على دين محمد عليه الصلاة والسلام. ونسب الى السلف ما لا يليق بهم. ولا الى نبينا صلى الله عليه وسلم. ده المقام اللي انت مفترض تقيفه. والموغف اللي مفترض تقيفه. واخيرا اقول لست بشامك. ها? ولكن الاخوة جزاهم الله خير. علّغوا على اشياء. ها? نتدارك بها ما حصل من الخلل. والله تبارك وتعالى من وراء القصق. واخون الشيخ احمد يا اخوة نستميحكم نسمتكم. شيخ احمد ندي خمسة دقائق لانو يا مية جزيرة والله. ما يكون ما شابس. الشيخ سافر. انا والله كنت منتظر من قبل اقدمه بعده. لكن جزاكم الله خير. وصية القحطان. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله شداك يا قحطان.